هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة منشورات ذوي القربى الطبعة الأولى قوموا المقدسة صفحة 434 حيث يبدأ الحديث رقم 303 عن رسول الله صلى الله عليه وآله في سياق هذا الحديث يأتي الكلام في صفحة 435 عما دار من حديث فيما بين خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء ليلة المبيت على الفراش في الليلة التي خرج فيها رسول الله مهاجرا إلى المدينة حيث بات الأمير في فراش النبي الحادثة المعروفة التي يعرفها المؤالف والمخالف في أهل القبلة الذين يصلون باتجاه القبلة سأذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت رسول الله يقول للأمير أراضيت أن أطلب فلا أوجد يعني أن يطلب قتلي وتوجد أنت توجد توجد في مكاني أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد أنت وتوجد يا علي في المكان الذي يطلبون فيه قتلي رسول الله يقول للأمير أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك فماذا قال الأمير قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها هذا كلام الأمير مع رسول الله هذه حقائق تفسير العسكري الذي يريد هؤلاء الأباعر أن يبعدون عن هذه الحقائق أمير المؤمنين هكذا يقول لرسول الله هذا أدب الخطاب مع إمام الزمان وعلي هو نفس محمد لكن لو لا الحيثيات لبطلة الحكمة بالضبط كالصور التي تنتزع من الحيوانات مرة تأخذ بحيثية ممدوحة ومرة تأخذ بحيثية مذمومة فالدنيا متكثرة والصور فيها كثيرة وكثيرة ومتكاثرة وفي كل صورة أبعاد وفي كل بعد جهة وتلك هي الحيثية التي ينظر إليها لو لا الحيثيات لبطلة الحكمة الحكمة هي هذه أن نحفظ الخصوصيات في كل حيثية من حيث هي وفي كل اتجاه بحسب ذلك الاتجاه وحدوده وجهته فعلي هو نفس رسول الله بصريح القرآن وأنفسنا في آية المباهلة وعلي هو عبد من عبيد محمد بصريح كلامه وعلي هو هذا سروره أن يكون فداء لدابة من دواب رسول الله التي يمتهنها يمتهنها يستعملها يستعملها في حاجاته وأغراضه اليومية هذا هو معنى الامتهان رسول الله يقول لعلي أراضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك قال بلى يا رسول الله رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخلك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك يذكرنا هذا بكلمة إمامنا الصادق حين سألوه عن القائم هل ولد القائم فماذا قال الصادق قال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على هذا الذي يسمى بعلم الدراية والحديث ألا لعنة على علم أصول الفقه ألا لعنة على علم أصول الكلام ألا لعنة على كل المنهج الحوزوي الطوسي النجفي من أوله إلى آخره فكل المنهج يحارب هذه الحقائق وينكر هذه الأحاديث ويشكك في هذه المفاهيم ألا لعنة على ذلك المنهج وبراءة إلى الحجة ابن الحسني من ذلك المنهج القذري الطفسي القمامة هذه هي الأحاديث التي يقول عنها الخوعي والسستاني وأضراب هؤلاء من أن هذا التفسير تفسير منكر من أن هذا التفسير تفسير مفترا على أهل البيت الأمير يقول وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة هذه الخدمة التي يتحدث عنها الصادق المصدق هذا هو حديث أهل البيت يشرح بعضه بعضا ألا لعنة على حوزة النجف التي دمرتنا ودمرت عقائدنا هذا هو منطق العترة الطاهرة وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة يا أشياء الحجة ابن الحسان هذه ثقافة العترة الطاهرة إلى أين أنتم ذاهبون وراء تلك الأباعر إلى أين ذاهبون هذا منطق علي مع رسول الله إنها الحيثية التي يتحدث بها مأموم مع إمام زمانه هكذا يعلمنا علي فعلي ليس محتاجا أن يقول هذا الكلام ومحمد يعرف علي ولا يحتاج من علي هذا الكلام محمد هو علي وعلي هو محمد لكن هذه الأمور لا بد أن تجري ولا بد أن تتحقق على أرض الواقع كي تنقل إلينا كي نعرف كيف نتصرف مع إمام زماننا مع أئمتنا ترجمة نانسي قنقر